اهلا وسهلا كيف حقكم يا شباب اليوم هو ارجيكم الهوندا سي ار في هايبريد الفين وعشرين للسنازل جديدة عن امريكا هورجيكم مواصفاته بس الهايبريد كان اصلا موجود بريطانيا من زمان انا ما بعرف اذا عند في الدول العربية موجود اذا في موجود في الدول العربية حكولي الهوندا سي ار في هايبريد عنده ثلاث محركات عنده محركين كهرباء وعنده محرك اه بنزين هو الفين سي سي المهم الهورس باور متين واتناش والتورك ثلاثمية وخمستاش نيوتين متر الهوندا سي ار في بيس بيجي اف اه وان ترانزميشن وو الهوي بيس بيجي بيجي filounding wheel drive اعتقل في الدول عربية Sempre شكل هوندا سي ار في من برا شكله حلو على اخير المهم اسم اللون بلاتنوم وايت واعتقد هوندا بتسويه اه الوان حلوة على اخير المهم الهوندا هايبريد بيشبه الهوندا مش هايبريد الهوندا سي ار في مش هايبرد بيشبه وضعهم على اخير. المهم هون كدام تيجي على والضوا Consello Press seknal وعندك الفوق لايت وعندك هاي واللو بيم كله京ه الائدي. اهل اشي ان انه هوندا بيتسوي كل اشي فيها ال ليدي. المهم هون عندك الريل. الريل شكل ح TALE على اخير. لونه اسود وعندك هونه punched aluminum. جو الهوندا فيها زراق. زراق حولين الهوندا يعرف انه هذا هوندا crv ما في زراق يعني يعرف انه هذا الهوندا بدون هايبريد. المهم تحت الهوندا فيها هوندا سنسنج هاي بتخلي بتسوي اللون كي باسس وشغلات مثل هيك. المهم عندك هون بشكل حلو على خير. تحت عندك هون سيلفر اه بتعطي المنظر بتعطي منظر البمبر اه بخليه شكله حلو على خير. هون الجنب الهوندا شكله حلو على خير وعن جهة الهوندا تعبت في الدزاين تابع الهوندا سيار في. المهم عندك الاعجال Mediacorp بكون مئتين وخمس وثلاثين على ستين على آآ ريم ثمنantas dengan وشكل دزاين تابعهم حلو على خير. المهم عندك هون بيحكيك انه هذا الهايبريد سيار في. بعدين عندك المراي المراي عندك سيت SIGNAL عليها اشارة المراي. وعليها بلائن دست. بس المهم في دزاين تابع الهوندا سيار في شكله حلو على خير. حول ان شبيك عندك كروم بس الكروم مش كثير ومعطي شكل الدزاين تبع اه لمسة حلوة بس المهم شكل دزاين اه تبع الهوندا من الجنب حلو على خير عندك هون من ورا الهوندا شكل حلو و هوندا سي ار في هاي بريت شكله مثل الهوندا العادي المهم لضوها الورى معتمة مسودة بعدين عندك هون في النص كروم الكروم كويس انه مش هاطين كروم كثير بعدين عندك هون في الهوندا باج اه طبعا لونها ازرق مثل اله الكدام بالزبط عشان تحكي لك انه هذا الهوندا سي ار في هايبريد. عندك هنا تحت اول ويل درايف. موجود اه في الهوندا سي ار فيز. وبعدين عندك تحتيها وبعدين باكب كاميرا. وعندك على ايدك الشمال السي ار في. بشكل السي ار في من وراء حلو على الاخير. وهون عندك على ايدك اليمين البمبر شكل حلو. وحلو الخط هذا المحطوط. عندك هون مفتاح سي ار في هايبريد. شكل حلو على اخير. والدزاين تبعه حلو. هوندا بتزخدم نفس المفتاح لجميع سياراتها. المهم المفتاح عنده خمس دعسات عنده لاك انلاك او بانيك بوتن وريموت ستارت وعنده بتفتح التيل جيت. والمهم شكل المفتاح حلو على اخير. عشان تفتح او الدب لازم بتتدعس على الدعسة. وبعدين بتفتح لوحديها. طبعا الترنك بتفتح لوحديها في الموديلات او الابشن العالي. لازم يمكن عندك او عشان تقدر تفتح من الريموت. عندك هون جوة الترنك تبعت لها هوندا سيار في شكلها كبير على اخير وفي مساحة كبيرة. المهم على ايدك اليمين هنا عندك يدي. بعدين عندك ضو وبعدين تحت هنا عندك اه تخزين. على ايدك لشمال نفس الاشي عندك يدي عشان تنزل الكراسة. وعندك ضو هناك. المهم عشان تنزل الكراسة لازم تدعس الدعسة او اليد تنزل كراسة تحت. وفي مساحة كبير لما تنزل الكراسي. وحطة على ايدك الشمال كمان اذا بتسويها بتنزل الكراسي بس الكراسي ما بنزلين عشان بعدين بنزلوا اكيد بس بتطوينين لانه محطوط اه على الجنب الشمال. المهم المساحة كبيرة وهو اكبر من اللي تيوتر اه بشوية. عشان تفتح لازم تحط ايدك ورا فيه سنسر ورا اليدة وعشان تسكر الهوندا في عندك هون على الغطين لازم تتاس عليهم عشان تسكر جميع البواب. هون على الباب بتبع الهون بشكل حلو الاخير. عندك فوق هون هذا كله نمسات طرية. مريحة مش بلاستيك. عندك هون بعطي شكل الباب حلو. وتاحت هون عندك الهون بعطي منظر الباب حلو الاخير. اليدة اه وزنها كويس ومش بلاستيك. عندك ممريسيت وتاحت هون طبعا عندك الدور كنتروز والشبابيك انلاك وبتحكم في المرايات. هون الارمس هون بتحط ايدك كله طري ومريحة الاخير. بعدين عندك ع الباب هون فوق كله هذا طري وكله جلد في شكل حلو الاخير. مهم تاحت هون عندك بلاستيك. بعدين تاحت هون في عندك تقدر تحط مطارة المي. وعندك هون على الشمال بتقدر تحط كمان شغلات. عندك طبعا هون وعندك سبيكر فوق. عندك الكراسي يشكل حلو الاخير. والدزاين تابع الكراسي هون ده بتشوي الدزاين حلو. ومريحات على خير الكراسي. المهم تاحت هون عندك باور سيتس تقر تحكم في الكراسي عن الباور في الباسنجر والدرايفر. جوال هوندا شكله حلو على خير. هوندا ما غيرت ولا اشي في من عام الفين وسبعتاش لما غيروه. المهم هون على ايدك الشمال اه مكيف الهواء وتبع حواليه بكون بعض الشكله حلو. هون عندك وتاعت عندك هون بكون و بعدين عندك وبعدين عندك بعدين تحت على خير طبعا عندك الكوين تحط فيه فلوس اذا بدك. بعدين تحت تنزل어나خيرة عندك طبعا كالهو دور عشان تفتحهم. المهم الديزايng تبع الحلو على الاخير وهوندا بتهو يحلوات على خير المهم عندك هون كله قمر على الخير وشكل الديزايه الخمال على الديزاي곤 حلو. المهم عندك Wireless و تحكم في الصوت. بعدين على اليمين عندك طبعا وشكل الدزاين تبع الهوندا سي ار في. اه حلو على خير. وانا حاب شو هوندك عبي تسوي في الهوندا سي ار في. المهم هون عندك طبعا الالكترانيك او ديجتال اه قيجز على ايدك الشمال هون طبعا عندك الباتري. وعلى اليمين عندك البنزين لانه هايبريد. بالشكل قيجز حلواتها الاخير. وطبعا بتقدر تتحكم في كذا الشغل. بتقدر تشوف تحكم في وعندك الميوزيك البلوتوث تلفون. وبتقدر تغير كم من الشغل اذا بدك. الشاشة فيها اندرويد اوتو وابل كار بلاي. وبعدين عندك فوق هنا الفنت. وطبعا هنا على ايدك لشمال الباور مش لانه هي بتتحكم في الباور لانه هايبريد. المهم عندك هنا بتتحكم في الصوت طبعا الراديو. والشكله حلو على الاخير. وفي دول بس المهم الشاشة بتقدر تتحكم اه في حتة فيها كمان اذا بدك. المهم شكل شكله حلو على الاخير. عندك تسيت للباسنجر والدرايفر. وبعدين عندك هنا طبعا الكيرشفتر او البوتنشفتر اللي هون دك عادي بتستقدمه لها اكم من اه سنة. المهم علي ايدك الشمال عندك الالكترانيك اي بريك اوتو خولد. بعدين عندك هنا سبورت اه اي كو وي في مود بتعطيك اكم من اه مايل او بتعطيك اعتقد ون مايل اه على الكهرباء. عندك هنا تو ياس بي تحت وطبعا عندك مساحة تخفين كبيرة على الاخير وهون دا بتعطيك مساحة كبيرة. المهم عندك هنا بتقدر تحط فيها طبعا اه اه وهون بتقدر ترفاها ترجحها وراء او بتقدمها قدام وطبعا بتقدر تفتحها. المهم هون دا بتعطيك تسوي شغلات كثيرة بيتقدر تسكرها وتحط شغلات تحت اليها. تسوي اللي بدك اياه المهم بتقدر ترفاحها وتحط شغلاتك. اللي بدك الارم رست نفسها طريقة على اخير وهي اصل نذر تسهل انك تنظفها وما تتسودش الهوندا كانت تسوي ارم رست طبعا الالوان البيضة طبعيتهم كانت تسير سودة على اخير وكان شكلها مش حلو المرايف الهوندا سي ار في شوي خميلة اتمنى انه هوندا كانت سوتها شوي صغيرة او تكون فريمليس المهم عندك هنا طبعا الهوندا وعندك السنروف كنترول تتحكم في السنروف وعندك طبعا هنا سويتش عشان يتحكم في الضواء ولم يلقب تفتح وتزكر وعندك الجاراج كنترولز بل عندك تحط نظراتك طبعا فوق بعدين عندك هنا امرأة هنا في الباب الخلفي في الهوندا سي ار في هايبريد في كثير بلاستيك بعرفش ليش هوندا بتحط كثير بلاستيك المهم عندك تحت هنا وود هذا الود موجود في الباب الامامي عندك شكلها حلوة الاخير وعندك برشتولوم هنا حوالين الباب المهم تحت نفس الباب الامامي بالزبط وبعدين عندك هنا سبيكر صغيرة وبعدين عندك سبيكر تحت كبيرة وبعدين تحتها الاخير عندك وعندك بتجري تحط مطارة ماء اذا بدك مثل ما سمعتوا يا شباب الهوندا سي ار في هايبريد مالوش صوت بالمرة على الاخير لانه اصلا هي مكينة مكينة كهربا ومكينة عادية المهم دعسة البنزين ريسبونسيف على الاخير يعني اول ما تدعس بنزينها على طول بنطنط دون الكهرباء التورك تبحى عالي على الاخير في المتدعس البنزين السيارة بتمشي على الاخير مهم هسوق السي ار في حوالي الباركنلات عشان اوار جيكم كيف السي ار في بسوق طبعا مالوش صوت على الاخير هادية على الاخير وسموذ وحتة ساسبنش انتبعه كمان طريع على الاخير وسباكة السي ار في مريحة على الاخير وحليش انه سي ار في مفيش فيه بلاستيك مثل اللي تيوت تراف والنيسان اه نيسان روغ المهم اه سكان خفيف على الاخير ولفت السكان يعني طريع على الاخير بتحس حالك انه كأنك ما بتحطش كثير اه افرت عشان تلف السكان من شمال يمين او يمين لشمال المهم سموذ على الاخير ومالوش صوت بس الو الصوت تقريبا ضي الصوت فضائي عشان يحكي لك انه انه في سيارة حواليك اذا انت بتكون برا السيارة مش سامع حواليك اه في السيارة في الو صوت خفيف زي صوت فضائي بيحكي لك انه في سيارة جنب الشخص الواقف برا المهم اه سموذ وطري والاكسلريرشن تبعته سريعة بس لما تعمل بسرعة الماكينة بتشتغل عشان تساعد الموتور الكهرابي ان شاء الله عجبكم الفيديو للهوندا سي ار في هايبرد اذا حابين شوف فيديوهات مثل هيك احكولي وانا حاضر المهم اذا حابين تعرفوا كيف الكورونا فيروس مأثر مبيعات سيارة في امريكا احكولي وانا ان شاء الله سوي لكم فيديو اذا حابين شوف فيديوهات مثل هيك اعملوا سبسكرايب وشوكم على خير ان شاء الله اشتركوا في القناة